السلام عليكم ورحمة الله من الصعب على المستهلك أو صاحب السيارة العادي إنه يعرف الفرق بين غطر داتير الأصلي والتجاري وده بسبب إنه ما عندوش المعارفة الكافية وبشكل عام فغطر داتير هو اللي بيقوم بالحفاظ على نسبة الضغط المناسب داخل نظام التبريد وعلى الرغم من إنه واحد من المكونات البسيطة في السيارة ولكن غطر داتير الأصلي ليدور مهم في الحفاظ على كفاءة التبريد ومنهى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة والتلف المحتمل للمحرك فحلقة النهاردة هنقولك ونزودك بالمعلومات اللازمة علشان تقدر تختار غطر داتير المناسب لسيارتك زي أهمية غطر داتير وعلامات تلفه وإيه الفرق بين غطر داتير الأصلي والتجاري وإيه هي أهمية تغيير غطر داتير وإيه هي أرقامة ضغط الغطر داتير ايه هي أهمية غطر داتير غطر داتير ممكن يبان أو يظهر أنه مجرد قطعة صغيرة ولكنه ليه دور حيوي في حماية نحرك السيارة من الحرارة الزيدة ولازم تكون على معرفة بأهميته وإزاي بيساهم في الحفاظ على كفاءة نظام التبريد ونقدر نتعرف على أهميته من خلال النقاط دي واحد تنظيم الضغط واحدة من الوظيف الأساسية لغطر داتير هي الحفاظ على الضغط المثالي داخل نظام التبريد لأن تنظيم الضغط يعتبر ضروري لمنع ارتفاع درجة الحرارة وضمان نقل الحرارة بكفاءة اتنين رفع نقطة الغليان أغطية الريداتير فيها سمام لتخفيف الضغط علشان يساعد في منع سائل التبريد من الغليان عند درجات حرارة أقل من المطلوب من خلال رفع نقطة غليان سائل التبريد وبيسمح غطى المبرد أو غطى الريداتير للمحرك بالعمل في درجات حرارة أعلى بدون خطر ارتفاع درجة الحرارة وتلف المكونات الحيوية 3- إعادة تدوير سائل التبريد معظم أفتيت الريداتير بيكون فيها سمام سنوي بيسمح بسحب سائل التبريد مرة تانية للنظام من الإرباء أو الخزان الاحتياطي لسائل التبريد بعدما يبرد المحرك لأن إعادة التدوير دي بتساعد في الحفاظ على مستوى سائل التبريد المناسب داخل النظام وبتضمن أداء تبريد سابق طيب إيه هي علامات تلف غطى الريداتير دي أهم العلامات اللي بتدل على تلف غطى الريداتير أولا نقص مية الريداتير بمرور الوقت بتفقد مية الريداتير خوصها وبتقل كفائتها ولما بتغلي مية الريداتير بتتبخر وبيخرج البخار من خلال فتحة ريداتير المحرك علشان كده عند حدوث المشكلة دي استبدل غطى الريداتير وسائل التبريد مباشرة ومن المهم أنك تعرف أن الشركات المصنعة للسيارات بتنصح بتغيير مية الريداتير على الأقل للمرة الأولى كل 6 سنين أو عند قطع مسافة 160 ألف كيلومتر تقريبا ثانيا امتلاء أو زيادة قربة الريداتير أو الخزانة الاحتياطية لسائل التبريد سمام غطى الريداتير بيفتح عن طريق الضغط وبيسمح لسائل التبريد بالمرور أو بالدخول للإربة فلو كان عندك الغطى تالف هيمر أو هيدخل سائل التبريد بسرعة وبكميات كبيرة واللي هيتسبب في امتلاء أو زيادة الإربة وممكن يخرج منها ثالثا انتفاخ أو انكماش خرطيش أو خرطيم الريداتير بيتسبب تلف صمام الغطى في تجميع الضغط داخل نظام التبريد وده بيقدي لحدوث تشققات أو انتفاخات في خرطيش أو خرطيم الريداتير بالإضافة لكده ممكن يتسبب كمان في عملية عكسية وهي انكماش خرطوش أو خرطوم الريداتير بعدما يبرد المحرك بفترة كافية علشان كده لازم تستبدل الغطى عند حدوث ده رابعا ارتفاع حرارة المحرك لما سمام الغطى ما بيقفلش بشكل صحيح بيدخل هواء داخل نظام التبريد ونتيجة لكده بتقل درجة غليان سائل التبريد واللي بيخليه غير قادر على امتصاص حرارة كافية من المحرك بالإضافة لكده فإهمال ارتفاع حرارة السيارة هيقد في النهاية لعطل أو توقف المحرك علشان كده لازم تصلح المشكلة دي بأسرع وقت ممكن طيب ايه هو الفرق بين غطر داتير الأصلي والتجاري دي أهم الفروق اللي تقدر من خلالها تفرق بين غطر داتير الأصلي والتجاري واحد الأختام أو الحلقات المططية المنعة للتسريب الأختام أو الحلقات المططية المنعة للتسريب على غطر داتير التجاري غالباً بتكون سيئة وجودتها أقل من جودة الغطر الأصلي وممكن تسبب في تسريب سائل التبريد واللي بيأثر على أداء المحرك اتنين الاحتفاظ بالضغط الغطر الأصلي بيحتفظ بالضغط بشكل سابت داخل النظام بالمقرنة بالغطر التجاري واللي ممكن ما يحتفظ بالضغط بشكل سابت واللي بيسبب مشاكل في التبريد تلاتة تحرير الضغط أو الفتحة عند الضغط المناسب الغطر الأصلي بيفتح أو بيحرر الضغط بشكل دقيق واللي بيمنع حدوث أي مشاكل في النظام أما الغطر التجاري ممكن ما يفتحش أو يحرر الضغط بنفس الكفاءة 4- العمر الأطول الغطى الأصلي بيدوم لفترة أطول مقارنة بالغطى التجاري واللي هيقلل الحاجة للاستبدال بشكل متكرر 5- البركود الغطى الأصلي بيكون عليه بركود علشان يساعد في تحديد إذا كان مقلد أو أصلي فتأكد دايماً من البركود علشان تتجنب شراء منتجات غير أصلية 6- التغليف السيء القطعة المقلدة غالباً بتكون مغلفة بشكل سيء وممكن تلاقي عليها أخطاء مطبعية أو رسومات رضيئة فخلي بالك من التغليف واللي شكله بيكون مختلف عن المنتج الأصلي 7- الشكل غير المعتاد شكل القطعة المقلدة بيكون مختلف عن شكل القطعة الأصلية وعلى سبيل المثال ممكن تكون حواف أو أطراف الأغطية المقلدة خشنة أو حدة وممكن يختلف شكلها عن شكل الغطى الأصلي 8- المميزات المفقودة ممكن ما تلاقيش على القطعة المقلدة مميزات مهمة واللي بتكون موجودة على القطعة الأصلية وعلى سبيل المثال ممكن ما تلاقيش على الأغطية المقلدة أرقام الضغط أو علامات تانية مهمة على الغطى الأصلي طيب إيه هي أهمية تغيير غطى الريداتير بانتظام استبدال غطى الريداتير الخاص بيك على فترات منتظمة ممكن ينكزك من تبخر ونقص سائل التبريد واللي بيأدي لارتفاع درجة حرارة المحرك وبالتالي تقليل التآكل الكل لنظام التبريد الخاص بيك وبشكل عام يفضل تغيير غطى الريداتير مرة واحدة كل سنتين بالكتير طيب إزاي تختار غطى الريداتير المناسب لسيارتك؟ على الرغم من أن الفروق بين غطى الريداتير الأصلي والتجاري ممكن تكون ملاحظتها صعبة ولكن أبطية الريداتير نفسها بتختلف بشكل كبير في المميزات والأشكال والأحجام علشان كده فاختيار الغطى المناسب لسيارتك أمر مهم جدا بناء على تصنيف الضغط واللي بيتم تحديده في دليل المالك أو على الغطى الأصلي الموجود في السيارة طيب إيه هي أرقام ضغط غطى الريداتير وإيه معناها والهدف منها؟ الهدف الحقيقي من أرقام الضغط على غطى الريداتير هو توفير نقطة تشغيل أعلى لنظام التبريد في حالة الظروف الصعبة لأن كل رطل إضافي من الضغط فوق الضغط المحدد بيزيد من نقطة غليان سائل التبريد بنسبة 1.4 درجة مقاوية تقريبا وبشكل عام بتتراوح الضغوط بين 6 PSI ل 16 PSI لمعظم أنظمة السيارات وبعض السيارات بيتم حساب الضغط فيها بصغة KGF أو CM2 أو KBA أو البار وعموما من المهم عدم استخدام أغطية الريداتير بضغط أعلى من الموصابي وده لمنع تكوين ضغط كبير جدا في النظام واللي هيتسبب في حدوث تسريبات من خلال المبرد أو الريداتير أو الخرطيش أو الخرطين في نهاية حلقتنا نكون نتكلمنا ووضحنا أكثر المعلومات الضرورية عن أهم الفروق بين غطى الريداتير الأصلي والتجاري في السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تفرق بينهم وتختار الغطى المناسب لسيارتك شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله